بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزة في هذه الحصة الجديدة وأتمنى أن تكون مفيدة كالتعلق للنبي الفرد الثاني من الدورة الأولى طبعا مكوين التربية المدنية إذن القسم الخامس ابتدائه إذن طبعا على عشرة خدوا ورقة وقالم وضبطوا الوقت حوالي نصف ساعة أجيبوا على الأسئلة كاملة ثم قارنوا بين إجاباتكم والإجابات التي سأمدكم بها إن شاء الله طبعا عدنا هنا أملأ الفراغ بما يناسب مكتب منتخاب الكاتب ومستشارين برنامج جميع طبعا هنا عدنا تتكون تعاونية القسم من التلاميذ والتلميذات يسير ألف ما كناش يسير يتكون من رئيس ثم أمين هنا المال ثم هنا ولجان نشاطات تعاونية القسم يشرف المكتب على إعدادي وتنفيدي عملي التعاونية عملي التعاونية هذا بالنسبة طبعا التمرين هو أن نصغر لكم إذن حاولوا تجاوبوا له التمرين طبعا دابا نمر إلى التمرين طبعا الثاني أرتب مراحل مراحل تأسيسي عن القسم أرتب مراحل أعيد مراحل مراحل تأسيسي عن القسم عمليات الفرز تصويت إنجاز المحضار إعلان عن النتائج إذن سنقوم بترتيب هذا المراحل الأربع نعم هذا التمرين طبعا الثاني الآن سنمر إلى التمرين الثالث التمرين الثالث ها هو نكبر الصورة الأنترنت من وسائل الحديثة التي تساعد على البحث أملأ الجدول بما يناسب أعطونا هذه المعلومات سهولة الحصول على المعلومات معرفة كيفية البحث استعمال مواقع آمنة اختصار الزمن والجهد أعيد سهولة الحصول على المعلومات معرفة كيفية البحث استعمال مواقع آمنة اختصار الزمن والجهد إذن هنا مزايا استعمال الأنترنت في البحث هنا لديه المزايا من هذا الأربع ثم هنا لديه شروط استعمال أنترنت في البحث إذن سنختاره من هذا الأربعات طبعا الجمل ما يتعلق بالمزايا وما يتعلق بالشروط نعم هذا بالنسبة طبعا التمرين الثالث إذن الآن طبعا سنمر إلى تصحيح تميل الأول نعم إذن تتكون تعاوى القسم من جميع التلاميذ نعم هاي جميع التلاميذ وتلميذات يسير بلاد آلف يسير مكتب منتخب يتكون طبعا من الرئيس وكاتب ليس الألف اللم نعم هنا بلا ألف اللم كاتب أمين المال طبعا ومستشارين ومستشارين ولجان نشاطات تعاونية هنا عدنا يشرف المكتب على إعداد وتنفيذ ماذا؟ برنامج أو برنامج عمل تعاونية على إعداد وتنفيذ برنامج عمل التعاونية هذا بالنسبة للأول واللي خاصي يكون عليه طبعا ثلاث نقاط التمرين الثاني سنجيب الآن على التمرين الثاني نعم أرتب مراحل تأسيس تعاون القسم إذن عملية الفرز التصويت إنجاز المحضار ثم الإعلان النتائج إذن العملية اللولة هنا هي التصويت ثم عملية الفرز مع الإحصاء عملية الفرز والإحصاء بعد ما كان الفرز نحصي الإعلان عن النتائج الإعلان عن النتائج وطبعا عندما نعلن عن النتائج نعم سنقوم بإنجاز المحضر إنجاز المحضر إذن ها هي العمليات الأربعة طبعا مرتبة إذن كل هذا الترتيب هذا عليه ثلاث نقاط لولا التصويت عملية الفرز إلى النتائج ثم إنجاز المحضر نمر إلى طبعا التمرين الثالث التمرين الثالث إذن ها هو قالوا أن أنطارد الأنترنت من وسائل الحادثة التي تساعد على البحث عما الأجذب هدومك هنا سهولة الحصول على المعلومات استعمال مواقع الأمينة معرفة كيفية الباعة تختصار الزمان والجد هنا عن مدعو مزايا استخدام الأنترنت وهنا شروط استعماله لاحظوا سهولة الحصول على المعلومات هذه مزية من المزايا سهولة الحصول على المعلومات فهي مزية من المزايا معرفة كيفية البحث إذا هذا الشرط أن تعرف كيف تقوم بالبحث معرفة كيفية البحث طبعا حتى لا ترجع إلى مواقع الكبار أو مواقع لا تهمك لا تناسبك ثم عدنا استعمال المواقع الآمنة هذا الشرط يعني بغي أن نستعمل المواقع الآمنة استعمال المواقع الآمنة ومعرفة كيفية طبعا البحث اختصار الزمن والجهد نعم في البحث في الانترنت مزية من المزايا فهي اختصار الزمن والجهد فهذه مزيئة من مزايا الأنترنت إذن التمرين هذا هو هالإجابة هي نصغره بشبه كامل كما قلنا عدنا هنا سهولة الحصول على المعلومات واختصار الزمن والجود هذا فهي نزايا وهذا هو ما استعمال المواقع الآمنة يعني عدم دخول مواقع لها قد تشكل خطرا على حياتك وعلى حيات أسرتك ثم معرفة كيفية البحث فهذا طبعا أتمنى أن تكون قد سفدتم ترجمة نانسي قنع